سامسونج من الشركات اللي أبدعت بمجال الذكاء الاصطناعي وقدمت لنا مزايا كثيرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لكن تم إطلاق تطبيق الآن في مرحلتها التجربية ولكنه صدر على أجهزة الجالكسي الاس 23 البلوس والألترا ويتوفر الباقي الأجهزة قريبا التطبيق مهمته هي يعالج لك الصور يحسن الصور خنقول إنه محرر للصور لكن يقدم أداء أو يقدم لك مزايا رهيبة فخلنا نتعرف عليه بهذا الفيديو ونتكلم عن المزايا ونشرحها بشكل عام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل أو الله مستهل وحياكم الله بهذا الفيديو الجديد معينا عبدالغفيص وفيديو من فيديوهات الشروحات وتحديدا الملاك سامسونج سامسونج أطلقت التطبيق الرهيب لتعديل الصور اللي هو الجالكسي إنهانس اكس طبعا التطبيق لازال بمرحلة البيتا وهو حاليا متوفر لسلسلة الـ S23 اللي هي نتكلم عن الـ S23 Ultra والـ S23 والـ S23 Plus وقريبا بيتوفر طبعا الباقي الأجهزة خاصة اللي هو الـ S22 والـ S21 على حسب إعلان سامسونج فبحط لك الرابط بالأسفل رابط اللي هو تحميل التطبيق لو كان جهازك مدعوم فاتوجه له أو بتقدر أنك تحمل التطبيق طبعا للعلم أي جهاز أندرويد ثاني ما راح يقدر يحمل التطبيق لأنه الآن هو موجود في الجالكسي ستور أو بالمتجر الخاص بسامسونج فممكن إما أنك تضغط على الرابط أو تبعث في متجر تطبيقات سامسونج عن الجالكسي إنهانس اكس أو بتحصل اللي هو التطبيق وتسوي له تثبيت إذا كان جهازك متوافق أنا أتكلم لو فتحت مثلا الفيديو بعد فترة وكان اللي هو نزل الدعم الخاص بالس 22 والس 21 وغيرها من الهواتف فبتقدر أنك تثبتها بشكل مباشر طبعا التطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي فهذه الفكرة منه يعني بيقدم لك تعديل على الصور أو تحرير للصور أو تحسن الصور الخاصة فيك باستخدام الذكاء الاصطناعي خيار اللي هو تحسين التلوين كذلك لو الصورة مهزوزة فممكن أو الفوكس ما كان يعني مضبوط فممكن أن يحاول أن يزبط لك الصورة طبعا الآن بنجربها كذلك من ناحية الـ HDR بيحاول يعالج لك الألوان ويطلع عليك بشكل أفضل أيضا الظل لو كان فيه ظلال ومؤثر على الصورة فبرضو بيستخدام الذكاء الاصطناعي بيزيل الظلال هذه من أهم الأدوات طبعا أول ما تحمل التطبيق أو أول تشغيل بيقول لك أنه لازم تعطيه الوصول إلى كل الملفات فنمنح هذا التصريح وبعد كذا نحدد أحد الصور الموجودة فمثلا بختار مثلا صورة الوردة هذه أحد الصور اللي أنا التقدتها بالجالكسي S23 ألترا الآن مثل ما تشوف مثل أي محرر ثاني يعني بالأعلى في عندك زر الإضافة كذلك اللي هو زر الكروب أو التعديل على الصور تبغى تعدل على الميلان الأبعاد كلها تقدر تسويها بهذا الخيار الموجود أو المشاركة أو الحفظ طيب الآن في عندنا هنا بالأسفل اللي هي خيارات التعديل ففي عندك مثل ما تشوف هذه النجوم هذه اللي بيعدلها لك بشكل تلقائي أو بتعامل مع الصورة بشكل تلقائي فلو ضغطنا عليها جاري إضافة السحر فبيعالج الآن الصورة على حسب ما الذكاء الاصطناعي قاعد يشوف وعطاني هذا التعديل طيب لو ما أعجبك هذا التعديل أو أنت تبغى تعديل أفضل فممكن مثلاً أجي هنا زيادة الحدة برضو بيحاول أن يوضح لي الصورة بشكل أفضل كذلك مثلاً الصطوع الـ HDR يمكن هذه الصورة ما تحتاج صراحة تعديل لكن خليني أبحث برضو عن صورة ثانية أباخذ هذه الصورة اللي أنا صورتها من خلال سناب الجالكسي الـ S23 ألترا مثل ما نلاحظ الصورة طبعاً فيها ظلال كثير الألوان شوي هنا باهته فبخليه هو الآن يسوي لي التعديل بشكل تلقائي بالبداية وبعد كذا أحاول أنا أعدلها بطريقتي طيب الآن مثل ما نشوف صار فيه يعني تعديل صراحة بسيط اللي هو أقصد التعديل التلقائي طيب أضبط الـ HDR فهنا عندي أكثر من مستوى الـ HDR طيب حطني رقم أربعة لذلك مثلاً السطوع علاج الضبابية مع أنه ما فيها هي ضبابية طيب الآن مثل ما تشوف قاعد يوريك قبل وبعد يعني هذه قبل وهذا بعد طيب لو ضغطت على المزيد فبيعطيك برضو مجموعة من الخيارات مثل ما تشوف إزالة الإنعكاس هذا لو صار فيها إنعكاس خلني جرب إزالة الضلال الآن أبشوف إيش بيسوي بالأرضية طيب الآن هذه الصورة قبل التعديل وهنا بعد التعديل ما سوى لي إزالة كاملة لكن سوى لي سطوع وعدلها المفروض أنها تكون بشكل أفضل طيب التشويش الوج شوف بعضها ما هي شغالة فهذا يعني مثلاً هذا الوج لازم أن يكون فيه وجش بالصورة طيب خلنا نشوف مثلاً صورة ثانية وأعتقد البرنامج لما يتعدى مرحلة البيتا برضو بيكون بشكل أفضل طيب مثل الآن اخترت هذه الصورة الآن فيها الوجه فبيحاول برضو يحسن لي بالصورة طيب كذا ممكن نشوف الآن النعومة الفك ممكن أنه يعني نفس الوجه كذلك العين ممكن أنه يصير فيه تعديل عليه مثلاً الـ HDR أحسن الصورة تحتاج HDR برضو عدل موضوع الـ HDR بس حسيت أنه عدل بشكل أكبر طبعاً هنا تقدر تختار المستوى يعني مثلاً لما اختار أربعة فتشوف كيف الـ HDR بيكون طيب بخليها واحد طبعاً المميزة اللي قاعد أشوفه بالتطبيق إنه لمسات يعني بسيطة ما يعطيك ذيك الخيارات أو التعقيد الكبير فحتى لو أنت مستخدم بسيط بتقدر أنك تتعامل معاه طبعاً هذه بعد التعديل وهنا قبل التعديل لأنه استخدمنا موضوع الـ HDR طيب بعد كذا تجي تفضل هنا على الحفظ وبيعطيك الدقة مثلاً الأصلية نسوي حفظ وتحفظ لك الصورة بعد التعديل أعتقد التطبيق بالجيه اللي هي أدوات أكثر خلال الأيام القادمة كذلك لو مثلاً في عندك تشويش أو الصور قديمة برضو بيبان فيها التعديل أكثر لكن هنا يمكن أنا قاعد أستخدم صور من تصوير الجالاكسي الـ S23 ألترا اللي بالغالب الصور في ظروف اللي هي خنقول جيدة فالتعديلات بتكون بسيطة جداً لكن هذا هو شرح البرنامج وهذه طريقة التعديل لو كان عندك أي استفسار اكتب لي بالتعليقات وكالعادة لا تنسى الاشتراك واللايك وأشوفك في فيديو جاي والسلام عليكم